اهلا بجميع متابعين قناة الادوات المنزلية هنستعرض مع بعض في فيديو النهاردة مجموعة من احدث الادوات المنزلية وحنبتدي الفيديو بتاعنا مع جهاز موفي رايس اللي بيجي تصميمه بشكل مائل وتقدري ان انت تضيفي به الرز او البقليات او الدقيق تقدري ان انت تسجلي فيه عدد الايام اللي انت بخزينه بها الرز ومن خلال ضغطة واحدة على الجهاز ده هتحصلي على 150 جرام من الرز والجهاز ده بيجي متوفر معه صندوق صغير مخصص للتهوية تقدري ان انت تضيفي له الفلفل او التوم لمنع الرطوبة والحشرات والاهم من كل ده انه هو حيعزز مظهر مطبخك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم لتخزين الرز او الدقيق بيتسع معاك تقريبا لعشرين كيلو من اي حاجة انت عايزة تنظميها به ومتوفر معاك كوب للاياس تقدري ان انت تفتحي المنظم ده عن طريق المفتاح الخاص بفتح الغطة بتاعه وطبعا المادة الدهبية اللي موجودة على الحواف بتاعته هي مضادة للحشرات والرطوبة وطبعا بيجي فيه بكرة سفلية بتساعدك ان انت تسحبيه وتحركيه بشكل مثالي جدا هنا بقى معانا مجموعة من سنديق تخزين الاكل الاجمال بتاعها 15 قطعة ومتوفر منها جميع الاحجام تقدري ان انت تعبي فيها الخضار او الفكهة او مختلف المواد الغذائية وطريقة تصميم الغطة بتاعها بيسهل عليك فتح سنديق التنظيم بكل سهولة تقدري ان انت تخسليها في غسلت الاطباق وتقدري ان انت تستخدمها في المايكرويف بعد كده معانا جهاز لازالة الوبر او الشعر او العفرة اللي بتبقى موجودة عندنا على السرير او على السجاد او على الستاير باستخدام رول الورق اللي بيجي متسبت عليه مادة لساقة بتساعدك ان انت تشيلي كل الحاجات دي بكل سهولة وبما اننا بعصر الزكاء حتى لو كان عندك غسالة ومجفف في البيت لازم تتعرفي على الغسالة الصغيرة اللي بتساعدك ان انت تخسلك كل الملابس الداخلية او الشربات بكل سهولة وطبعا الغسالة دي بتحتوي على برملين من السيليكون تقدري ان انت تستبدليهم وطريقتها في الغسلة التقليدية لطريقة غسل الادين بالزبط والغسلة الوحدة فيها بتعادل فرق الهدوم بالادين لمدة 18 دقيقة وهنا حنشوف مع بعض عندنا تجربة لغسل فوطة تم وضع عليها السياسوس والنتيجة هيلة زي ما احنا شايفين ومن مميزات الغسالة دي انها حجمها صغير ومش هتشغلك الحمام عندك او لو انت عندك قوضة مخصصة للغسيل طبعا زي ما كلنا عارفين اكتر جزء مرهق في تنظيف البيت هو تنظيف الارضيات ولكن لو هتختاري الاداة المناسبة الموضوع هيبقى سهل جدا زي الالة اللي موجودة معنا دلوقتي في الفيديو تقدر ان انت تتحكمي بيها بكل سهولة بتساعدك ان هي تنظف لك جميع الاوساخ والبقع اللي بتبقى موجودة عندك على الارضيات وخصوصا البقع اللي بيبقى صعب عليك تنظيفها سهلة جدا في الاستخدام وبتخلصك من جميع انواع البقع والاوساخ اللي بتبقى موجودة عندك على الارضيات واللي بيبقى صعب عليك تنظيفها ما بتسبش اي بقع للمية وبتشيل كل الروائح الكريهة متوفر معها شاشة بتعرض لك الوقت اللي انت استخدمتي بيها والبطارية بتاعتها قابلة للفصل وتقدر ان انت تشحينيها لمدة 30 دقيقة وبييجي معها قعدة كهربائية اللي من خلالها تقدر ان انت تشغلي التنظيف الذاتي للمكنسة حتنظف لك كل اجزاء المكنسة من غير ما تضطري ان انت تنظفي اي حاجة واللي هتحتاجيله بس ان انت تفضي المية المتوسخة الموجودة بيها زي ما انتو شايفين معايا دلوقتي في الفيديو طبعا احنا شايفين مع بعض مجموعة متميزة جدا من ادوات المطبخ ومن ضمنها عندكم المنظم اللي احنا شايفينه دلوقتي مع بعض طبعا المنظم ده مخصص للاغذية المتقطعة زي ما هو ظاهر قدامكم كده في الفيديو بعد كده حنشوف مع بعض برضو عندنا مجموعة من منظمات التلاجة طبعا المنظمات دي محكمة جدا وزي ما انتو شايفين معايا كده تقدروا ان انتو تنظموا بيها مختلف الاطعمة اللي بتبقى موجودة عندكم وغير كده كمان انتو تقدروا تستخدمها في المايكرويف من دون اي اضرار وهنا عندنا كمان المنظم ده طبعا منظم ده تقدروا تعتبره منظم تلاجة او تقدروا تستخدميه كمنظم للمكسرات او للحلويات المنظم ده بيجي متقسم عندك لاربع خنات او لخمس خنات زي ما انت شايفة كده بيجي منه شكلين تقدروا تختاري الشكل اللي انت بحتاجاه وهنا معانا اداة تشكيل الكفتة او اللحمة طبعا الاداة دي سهلة جدا في الاستخدام وبتديكي النتائج اللي انت محتاجاها وهنا كمان عندنا منظمات صغيرة تقدروا تستخدموها برضو للتلاجة وكمان تقدروا تستخدموها في تنظيم التوابل او المكسرات او الحلويات وتقدروا كمان انتو تستخدموها زي اللانش بوكس وتاخدوها معاكم للشغل وهنا معانا برضو منظم للتلاجة تقدر ان انت تتنظمي به الاجبان او الخضار او الفكهة او البيض يعني ليه كزا طريقة في الاستخدام وطبعا تقدروا تستخدميه في باب التلاجة او في الادراك زي ما انت عايزة وهنا كمان عندنا برضو اكياس لتنظيم المأكلات اللي بتبقى موجودة جوا التلاجة ومن ضمنها الصصات اكياس الكاتشاب او المايونيز وهنا معانا الشوكة او السكينة دي طبعا هي عبارة عن شوكة وبنفس الوقت السكينة تقدروا اني تتقطعي بيها البطيخ بالشكل اللي ظاهر قدامك كده في الفيديو بعد كده تعالوا معاي علشان نشوف مع بعض عندنا الشماعة دي طبعا زي ما هو ظاهر قدامكم كده انتوا شايفين ان الشماعة دي شكلها مختلف جدا عن شكل الشماعات اللي احنا متعودين عليها وده طبعا لسبب معين وهو انها تبقى ملأمة لجميع انواع الهدوم او اشكال الهدوم اللي انتوا هتعلقوها عليها ادوات مفيدة ومبتكرة الحقيقة مفيش اي ست بيت تقدر ان هي تستغنى عن الادوات دي وفعلا الادوات دي بتوفر علينا الوقت والجهد في حاجات كتيرة احنا بنستخدمها بشكل يومي في المطبخ عندنا دلوقتي وانتوا بتكملوا الفيديو ده وبتشوفوا كل الادوات اللي حتتعرض فيه عايز اكلمكم عن طرق الشراء طبعا طرق الشراء في عندنا كذا طريقة تقدروا من خلالها ان انتوا تجيبوا كل الونتجات اللي انتوا بتشوفوها معايا في الفيديو ده او في الفيديوهات السابقة اللي تعرضت على القناة اول طريقة عايز اكلمكم عنها وهي تطبيقات الانلاين زي تطبيق علي اكسابراس وتطبيق بانجود وتطبيق امازون التطبيقات دي بتساعدكم ان انتوا تحصلوا على كل الحاجات اللي انتوا محتاجينها وكل المنتجات اللي انتوا عايزينها من خلال ان انتوا تتسوقوا عن طريق التطبيقات بتاعتهم والدفع طبعا بيكون قبل الاستلام ما عندهمش ميزة الدفع عند الاستلام فطبعا انتوا هتضطروا انتوا تدخلوا الفيزا بتاعتكم والفلوس هتتخصم منكم وبعد كده تقريبا بعد اسبوع او بعد عشر تيام او بعد شهر او شهرين على حسب المصنع اللي انتوا طلبتوا منه حيتم توصيل الحاجة اللي انتوا طلبتوها لغاية باب البيت عندكم ومش عايزكم تقلقوا بالنسبة للمواقع دي لان التطبيقات او المواقع دي هي تطبيقات امنة 100% ولو حصل اي مشكلة الفلوس بتاعتكم هترجع لكم بس المشكلة الوحيدة للتطبيقات دي هي تكليف الشحن طبعا انا من خلال ما بنزل التطبيقات دي وبتصفحها فقدر اقولكم ان تطبيق بانجود هو تقريبا كده التطبيق المنخفض شوية من خلال تكلفة الشحن بس طبعا في المقابل مش هتلاقوا فيه كل الحاجات او كل المنتجات اللي انتوا بتشوفوها معايا في الفيديو فلو عجبتكم اي حاجة من المنتجات اللي تعرضت في الفيديو ده كل اللي عليكم انتوا تكتبوا لي بخانة التعليقات ايه هي الحاجة اللي عجبتكم وانا حرد عليكم في الرابط المباشر المخصص للشراء عن طريق طبعا تطبيقات الانلاين اما بالنسبة للطرق التانية وهي طبعا انتوا تقدروا تشوفوا ايه هي المحلات اللي بتبيع الحاجات دي عندكم في بلدكم يعني مثلا زي سنتر شاهين هنا عندنا في مصر او بتقدروا انتوا تشوفوا على الفيسبوك لو في صفحات مثلا بتبيع الحاجات دي وبالنسبة هنا عندنا في مصر في صفحات كتيرة بتبيع المنتجات او الادوات المنزلية دي وخدمة التوصيل عندها بتبقى متوفرة لجميع انحاء الجمهورية بس طبعا علشان انا مقدرش اعمل اعلان لصفحة معينة على حساب صفحات تانية فتقدروا بكل بساطة ان انتوا تدخلوا على الفيسبوك وتكتبوا ادوات منزلية في مصر وحيظهر لكم كزا صفحة بتبيع المنتجات دي وبس هي دي طرق الشراء اللي تقدروا من خلالها تحصلوا على كل المنتجات اللي انتم محتاجينها لبيتكم اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيفة على قلبكم متنسوش دعمكم ليا بالضغط على زر اللايك زر اللايك ده هو اهم حاجة ومتنسونيش كمان من تعليقاتكم الحلوة ومتنسوش ان انتم تشتركوا في القناة لو دي اول مرة بتشوفوا بيها الفيديو ده واستنون ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد اسبكم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة